السلام عليكم ونتمنى بالله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم البيني اللي يكون خفيف ولديد ومشارب شزيت سوف ندوزوا ان شاء الله باش نتعرفوا على المقادير وطريقة تحضير ديالة البيني نصف كأس ديال العنبه و ديال السكر هبيبات و نصف كأس ديال العنبه و ديال زيت المائدة ملعقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة و ملعقة صغيرة ديال الملحة عندي بيضة واحدة وكيس ديال الفاني وكيس ديال الخمالة الحلوية ما يعادل ثمانية جرام وعندي ربعة الكؤوس ديال العنبة ديال الدقيق غدا نحاول نوضع هذا المقادر جانبا وغدا ناخد هذا اليناء اللي عندي في هاد ربعة الكؤوس ديال الدقيق وابيض يمكن لكم انكم اذا بغيتوا تضعفوا المقادر تضعفوها انا كتافيت غير هاد القدر هادا من بعد ما درت واحد الحفيرة في الوص درت السكر ساندة وضفت هاد نصف كأس ديال العنبة ديال زيت المائدة كذلك وبيضة واحدة وغدا نضيف هاد ملعقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة وملعقة صغيرة تكون ممعة مرش ديال الملحة وغدا نضيف هاد كيس ديال الخميرة ديال الحلويات ما يعادل ثمانية جرام وكيس ديال الفاني وغدا نبدأ نعجل العجين ديالي بما دافي اول حاجة نحاول ندوب هادك السكر مع هادك الخميرة في الواسط ومن بعد نبدأ نعجل العجين ديالي بما دافي ما يكونش بارد قد انا مضرر شلمة يعني شوية بشوية وانا كنت لك بيدة بأولاد شكل عندلكو غير واحد شوية مشي بزاف يعني ما كنت طلب ليش تلك نهائيا غير باش ما يبقى وش لينا الكوارات ديال الدقيق ونحاولو نحصلو على واحد شوية العجين يكون رط فقط من بعد مجموعة العجين ديالي على هاد الشكل هادا غدا نغطي بسلوفا ونخلي واحد نصف ساعة غير على ما يرتاح ليه واختامر واحد شوية فقط من بعد مرتاح ليه العجين ديالي بيني وخمر ليه غير واحد شوية يعني ما نخليوهش بزاف غدا نحاول 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 منه هاداك الغازات اللي فيه وغدا نرش سطح العمل بالتاقيق باش غدا ندير العجين ديالي فوق سطح العمل نحاول نجمعها ونرش عليها الدقيق عفوان عليها الشكل هادا وده بعدا نبدأ نطلقها بدلعك وانا كنطلق بدلعك وانا كنرش بالدقيقي غير باش ما تلسق ليهش فقط يعني نحاولو ما نكترش الدقيق بزاف كما كتشوفوا اخواتي العجين ديالي دير فوقاعات وخاكي كما شفتوا ورماد الكتوش بزاف يعني غير كي جمعت العجين ديالي نحاولو نطلق العجين ديالي ونحاولو يكون السنك ديالي يعني ما يكونش رقيق وما يكونش غليط وفي نفس الوقت نطلقوه على الشكل المتساوي وذا بقى اخواتي غدا ندوز باش غدا نقطع العجين ديالي عندي هادا الاطار هادا بي غدا نقطع اطار دائري نحاول مني نحطه نديد ونجيبها كما تشوفه يعني باش ما يتخسر ليش الشكل اللي انا بغا يعني خصي يكون الشكل دائري وغدا نصمر على هاد الشكل كان قطع من بعد ما قطعت العجين ديالي انا اخديت هنا واحد الغلاقة ديال بوديزة ديال الزيت حيث ما لقيتش واحد القطعة ديال الحلوة اللي غدا ندير بيات توقف في الوسط ما لقيتهاش غدا نقطع بهات الغلاقة ديال البوديزة وتنتو مقطعو اللي عندكم غدا ندير التوقف في الوسط على هاد الشكل هادا وده بقى اخواتي غدا ندير في واحد طاول اللي سبق لي يعني درت فيها واحد المين ديل باش غدا نديرهم اخام رولية حاول نستفون فيها ونغطيهم ونخليهم حتى يختام رولية وغدا نكمل الاخرين مباشرة منين نغطي هادوما غدا نكمل الاخرين باش يختام رولية في مرة منين نبغي نقليهم ونقليهم مرة وغدا ندوز بنفس العملية للعاجين اللي بقى ليا ومن بعد ما اختمروا لي يا اخواتي انا ده بدلت الزيت فوق النار كيف ما شفتو درته في مقلا مخصوش يسخن لي بزا 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 تغير واحد شوية كي بدا يسخن واحد شوية غدا مبدا ندير البيني ديالي يطيب لعات الشاكل هادا يخصوا ما يطيبوا لينا على نار منتوسطة ما تكونش النار مش جهدة ولا ضعيفة وما يكونش الزيت ما تخليه واش تيسخن بزاف اللي نشوفهم بدو كي يحمروا لي من اللقاع غدا نقلي بهم لانتوسط شوية نقلي بهم ونجيبهم بزيت اعلات الشكل هادا يعني باش يحمروا لي يحتمل جوانب بعد عاد ندوزه واش نديروا ليهم سكر حبيبات بعد نديروا واحدين اخرين في المقلة على هات الشكل وغدا نبدأ نقلب فيهم على هات الشكل بمجرد انهم يبدوا كي يحمروا لي من التحت نقلبهم ونضيهم ونجيبهم في الزيت على هات الشكل هذا باش يحمروا لي يحتمل جوانب حاول نحمرهم زيان ومن بعد عاد نحيدهم ديرهم في الشبكة يستقطروا ليهم الزيت وما كيشربوش الزيت اخواتي نهائيا يعني ما كيشربو ليناش الزيت واللي كتبلينا طعب تنحيدوها وغدا نستمروا على هات الشكل يعني حتى نسالي والبيني ديالي كله بالقلي ومن بعد مساريت البيني ديالي بالقلي عندي هنا يا سكر حبيبات وغدا نوضع نضيف ليه كيس واحد ديال الفاني ونخلط مزيان يعني باش يزيد يعطيني الماداق اللي بيني نحاول نخلط نخلط مزيان بالملعاقة ومن بعد عاد غدا نبدا نوضع شانتو ما شفو اخواتي صبرك الله يعني كيجي حمر يعني وحد اللون رائع نحاول ندير على هات الشكل هذا بسكر حبيبات ونوضع واحد الصحن نحاول نمشي مزيان هكا ندير سكر حبيبات من الجواني بزوجهم ولا بغيتو غير جهة وحدة فقط يعني كتافي بجهة وحدة وغدا نستمر على هات الشكل والشكل النهائي ديال البيني ديالي هو هذا يعني الصراحة كيجينا وحد البيني رائع لا في الماداق ولا في الشكل دياله وتبارك الله يعني كيجينا ما شربش الزيت انتو ما اخواتي احتل اللوين اللي واخد لينا لوين مو وحد يعني وحد لوين لون واحد يعني وحد لون رائع انتو ما غدا نشارك معاكم دلوحدة وتشوفوا حتى كيف الجام الداخل انتو ما اخواتي تبارك الله كيجيو خفيف ومفش فش واحتف الماداق كيجينا روعة في الماداق نتمنى من الله ان هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم والى فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة